قد يصعب على البعض تقبل هذه الفكرة إعادة تدوير مياه الصرف الصحي لتصبح صالحة للشرب لكن هذا ما ينظر إليه الخبراء والسياسيون بجدية تامة مع استمرار الجفاف غير المسبوك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لضمان توافر المياه على المدى الطويل ويقوم هذا المفهوم على معالجة مياه المجارير لتصبح صالحة لاستهلاك البشري وقد فشل حتى الآن في الحصول على التأييد الكافي في كاليفورنيا بسبب الاشمئزاز الذي تولده هذه الفكرة إلا أن أربع سنوات متواصلة من الجفاف قد ترغم سكان كاليفورنيا على تجاوز هذا الاشمئزاز تسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة قبل خمس سنوات من قطاع مياه الشرب غير أن هذه الموارد المائية مستقلة عن الدورة المائية الطبيعية وهي مهمة للغاية إذ مهما حصل إن أمطرت أم لا سنؤمن المياه دائما لزبائننا ويعالج مصنع ويست بيسن الأصغر كوربالوس أنجلوس مياه المجارير لجعلها ماء صالح للشرب أو الاستخدام الصناعي كل ذرة مياه على هذا الكوكب موجودة منذ أربعة مليارات وخمسمائة مليون سنة وهي مرت من خلال البشر والحيوانات وغير ذلك إن المفهوم جيد ويسمح بالخروج عن النظام بمياه مساوية في الجودة أو أفضل من مياه القناني وقد فشلت خطة مشابهة وضعت لمدينة ساندييغو في كاليفورنيا قبل عشر سنوات تقريبا بسبب المعارضة الكبيرة لها إلا أن هذا المشروع عاد ليطرح على الطاولة مع مواجهة الولاية صعوبات في احترام قيود إلزامية على استهلاك المياه شكرا